احنا منكم ما فيش برنامج تلقونا في المدرج معاكم بتلقونا بنتابع زينا زيكم بتقالع على الاهلي عايزين نعرف حاجة بنتعامل بالمنطلق ده فهي في حاجة غريبة كلام الليل مدهوم بزبدة زي ما على رأي المسل ما بيقوله كده نطلع نقول كلامه على الارض الواقع ما فيش كلام هو الاهلي ده مش بيمثل مصر هو الاهلي ده لو راح كاس عالم الأندية ومنتخبنا في كاس العالم حيبقى في عهد مين الناس لو تفكر لمصلحة الردعة راح نفسها والله العظيم يا جماعة الكرة للجماهير الكرة للجماهير مش للمناصب ولا الاستوديوهات ولا لأي حاجة خالص بقت اوفر قوي وعلى فكرة مش بنزهق احنا مكملين لغاية لما الجاملة تبقى في المدارب عندناش وقال حتى لو احنا ببيتنا عنكمل ما فيش مشكلة خالص لان هي دي الحقيقة جمه اللعبة مصر تخيلوا معايا المشهد اللي انا هقوله ده دايما كلنا بنتكلم على الحاجات الإيجابية والسلبية خلاص مش عايزين نشوفها دلوقتي احنا شعب بيفرح شعب بيفرح فتخيلوا المنتخب مصر وصل كاس العالم وفيه عشرين في المدرك زي ما بنشوف في الدوري ولا فيه تلاتين ايه الشكل ده ايه المنظر ده ما هي نفس الفكرة جمهور الاهلي جمهوره بالملايين في كل مكان وفيه المحبين من الاندال اخرى بيحبوا يروحوا يتفرجوا على النادي الاهلي في المحافل اللي هي بيمثل مصر فيه الاهلي لو كسب حيرفع عالم مصر قبل ما يرفع عالم النادي الاهلي النادي الاهلي هيروح يتعامل عالمياً هيقول الاهلي المصري فاحنا ليه سلبيين قوي كده مع الموضوع وحرجع قرر اللي انا قلتم بارح اكتر حاجة عجبتني في تكريم سيادة الرئيس اللي هو بعدها بساعات بعدها بساعات والفرحة موجودة والفرحة موجودة تعالى انت فرحت شعب تعالى يا كبر انت وهان يا بوريدة انت والتحاد الكورة انت واللعاب الرجال تعالوا تفضلوا اكبر كيادة في الدولة بتكرمك اكبر كيادة في الدولة بتكرمك بعدها بساعات عشان الحلاوة الفرحة كاس العالم حلاوة الانتصار حلاوة القصة اللي انت بعد 28 سنة لو قعدت يوم كمان الفرحة تقل بعدها بيومين الفرحة بعدها بتلات ايام اهل الشر اللي بننكلم عنهم هياخدوك في قصة تانية بقى في حاجات تانية في السياسة وحاجات متخصناش لكن احنا الجميل فيها اللي هي بعدها بساعات لكن بعدها بساعات ايضا انا شايف تصريح لوزير رياضة المنصخ دعب عزيز قالك الجماهير اللي الاهلي حيطلبوا هو اللي حيحصل اللي حيقدموا طب الاهلي قدم ستينة يا سيادة الوزير لقين بقى أربعين عايزين نطلع نشكرك هنا ونقول مرة بقى نشكرك اللي وقفت جنب الاهلي طب بلاش الاسماء اوف جنب الكيان ده وجماهير بلاش كل ده نجاح لحضرتك لما اي حاجة تخص الجماهير يبقى فيه القلية الجماهير اللي جان بتشتغل لي صالح الرياضة المصرية والله انا بكلم يعني والله بحب ولا ليا مشاكل محد ولا عايز يبقى ليا مشاكل بس انا عارف اللي كلمة الحق بالدايق احنا تعودنا كده ميس هجس طب طب دلع زيف حقايق ده تبقى بص ايه البطل ده ايه الرجل المحترم ده ايه الرجل اللي برنامجه متشاف ده هو كده كده متشاف مش مستنين رأي من حد لكن اللي عايزين نقوله تقول الحقيقة ايه يا جماعة ده بصوا بيهاجم الناس ايه يا جماعة ده قناة الاهل يا جماعة يا جماعة عيب مش ده اللي بتشوفوه فاحنا مكررين اساسا في كل حاجة متكلمين مع فريق العام في كل حاجة فحن ايه اللي تخاف منه اللي دايما اللي مفيش على حاجة تخوفه ولا حاجة تمسي سمعته ولا حاجة اخلاقية ولا مشاكل ولا الاراء كلنا بنختلف كلنا ممكن حد صاحبك انتيمك عشرة حياتك وارد تختلف اللي اخوات بيتخنقوا مع بعض ما صارين المعدة بتخنق مع بعض زي ما بيتقالف عند رجل الشرع البسيط لكن طالما ما عندكش حاجة تمسي الشرف دي بتبقى عار في تاريخك طول الوقت بتحاول تخسلها وتخلي الناس تنساها هو ده اللي بنقول ما عندناهش الكلام ده نخاف من ايه فعايزين الجماهير تبقى موجودة خلاص يعني خليني ناشد مرة تانية وزير الداخلية المحترم سيادة وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار رجاءا الاهلي بيلعب باسمه مصر وصدقني الجمهورة عايش هره في حضرتك مديرية امن اسكندرية دايما بتشيد بجمهور النادي الاهلي مباراة الترجي مديرية امن اسكندرية اشادت بجمهور النادي الاهلي والشكل الجميل الرائع وما فيش اي تجاوز وبتفتش قبل المباراة ده كلام محترم فمناجدة لسيادة وزير الداخلية الاهلي بيمسل مصر والشعب بيفرح كرة القدم يا فندم ويا سيادة الوزير الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم ويا المسؤولين داخل النادي الاهلي كرة القدم لها معاني كتير تكلمنا فيها مبارح يكفينا فخر بعد عالم مصر الاهلي ياخد بطولة افريقيا الناس كلها تنزل الشوارع من تاني وتمسك عالم الاهلي مع عالم مصر وتلاقي الناس عملة تغني وفرحانة وتوعي الناس شايفين الفرحة عاملة ازاي في زل الناس بتصدر احباطوط احنا نصدر سعادة الرياضة طب انا هسأل سؤال لحضراتكو فيه وقاعية شوية النهاردة عشان عايز تفرح الشعب ده وتعمل احتفالية في كل ميادين مصر هنصرف ايه بسوط العقلة هو هنصرف ديه عشان نفرح الناس هنصرف ملايين مليارات احنا مية مليون مية وربعة مليون الكل عايز يفرح فيه ناس يعني نفسها فرحة قد كده طيب طب ماهو الحدث هو كسل على ماهو ده مثال قريب والجماهير راحت وشرفتنا ورفعت راسنا استغل الحالة دي والاهلي عنده ماتش في افريقيا قريب جدا وناخد القرار ونبتدي نتكلم في نظام عشان تدونا كمان اوبشن نوعي الجماهير هتتفتش وانت داخل هتخش تشجع فرقيتك اللي يغلط يتعاقب بالقانون هو ده اللي احنا بنقوله ونساعد القانون عشان ما فيش دولة بتناه ده اللي غير بالقانون مش ده مش ده سوط العق اللي انتو عاوزين فاتمنى نحط في الاعتبار اللي انا بقوله لو في احتفالية كبيرة حننظمها ندي دعوات لمية واربعة مليون حنصرف مليارات فدي فرحة ان شاء الله قريبة فالكل يساعد فرحة مجانية نحط ايدينا في ايدينا الجماهير ونسك فيهم صدروا الامل على فكرة عارفين الناس برا والرياضة عتتغيل لما تلاقوا الكلام ده هنا ومحتاجة سنين عشان دي الحي عارفين الناس برا مثلا على سبيل المثال بتروح مثلا بروسيا دورتمونت وتروح ليه جمهوره ليه جمهوره اللي بيحدر روح يلاعب باير ميونخ بلا جمهوره يملى نص الملعب زي التاني بالزبط عارفين ليه عشان لازم نعمل ده الاتحاد في اسكندرية يفتح ابوابه النادي لولاده عشان الشعبية تجبر وعشان تعلمه الانتماء بالتالي مش هتلجأ للشيرة كتير عايزه لك عناصر شابة محترمة اتكلمنا كتير وتستغل طاقة الشباب كمان في التشجيع بتاعك طيب ادي دي نقطة النقطة التانية بيبقى عنده انتماء للنادي ده فبالطبع يبقى عنده انتماء للوطن لان الرياضة الحاجة الوحيدة اللي بتجمع الشعور الحاجة الوحيدة اللي بتخلي الاعداد الرهيبة دي حضراتكو بتشوفوها